اشتركوا في القناة لكنه يعيد بإنقاذ حياة كثير من الأشخاص إنه الخرطوش نفسه المستخدم في عملية غسل الكلا وهي عملية تقوم بتطهير دم المريض عبر إخراجه من أنبوب وتمريره من خلال مرشح ثم إعادته من جديد إلى عروق المريض هذا المرشح يعيد بخفض 50% من الحامل الفيروسي لمرض الإيبولا ومرض التهاب الكبد الفيروسي جيم وباء وهاء وذلك في أربع ساعات ففي أرمانيا تمكن العلماء من شفاء مريض بالإيبولا بشكل كامل عبر استخدام هذه العملية ثانياً كهرباء لاسلكية اخترعت شركة واي تراي سيتي طريقة فعالة لنقل الكهرباء من مكان إلى آخر عبر الهواء وهي تبحث بالتعاون مع شركة نيسان للسيارات إمكانية توظيف هذه التقنية لشحن السيارات الكهربائية ديزني ريسيرتش القسم العلمي لشركة ديزني التي تحاول التقدم في هذا المجال كذلك قامت ببناء غرفة تضم جهازاً لتوزيع الكهرباء اللاسلكية كما صممت حافظة لهاتف آيفون تقوم بشحن الجهاز بشكل تلقائي بمجرد أن تلتقط الكهرباء من جهاز التوزيع ثالثاً مترجم فوري في الوقت الحقيقي إن كنت ممن لا يحبون دراسة اللغات فإن هذا الاختراع هو الحل في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2017 تم عرض جهاز مترجم لأكثر من ثمانين لغة تتسع له قوضة اليد اسمه ترافيس وترجماته فورية بحيث يمكنك النظر إلى الشخص الذي يتحدث إليك وصحيح أنه لم يتم تقديم معلومات وفية عن طريقة عمل هذا المترجم لكنه باعتبار أنه موصول بسماعات يمكننا التفكير بأنه سيقوم بترجمة ما يقوله لنا الآخرون وهمس الترجمة في آذاننا سيتم اطلق هذا المترجم في الأسواق في يوليو القادم أما عن سعره فهو 199 دولار أمريكيا رابعا سيارات دون سائق إذا كنت أيضا ممن لا يحبون قيادة السيارات فإليك الحل لقد بدأت السيارات دون سائق بالسير في الطرقات لقد بدأت شركة آبر بالعمل في بعض المدن عبر تقديم خدمة سيارات الأجرى دون سائق لكنها وفي مواجهة هلع الزبائن قررت إجلاس شخص في مقعد السائق أما اليابان فتعمل على تصنيع شاحنات دون سائق لحل مشكلة نقص السائقين فيها يكفي أن يضع شاحنة واحدة بسائق لتقود خلفها أسطولا من الشاحنات دون سائق بطريقة لاسلكية في عام 2018 سيتم استخدام طريق توكيو آنا جويا كمسرح لهذه التجربة خامسا صواريخ بتقنية نانو موجهة لدى السرطان هذا الاختراع سينقذ حياة الآلاف من مرضى السرطان العلاج الكيميائي يضعف المرضى كثيرا بسبب أن المواد المحقونة في دام المريض لا تهاجم الخلايا المسرطنة فحسب وإنما تؤثر على الخلايا السليمة كذلك باتريك كوفريهور مع عدد آخر من العلماء الفرنسيين تمكن من ابتكار كبسولة بحجم أصغر سبعين مرة من القرية الحمراء باستطاعتها حمل المادة الكيميائية والسفر عبر الدورة الدموية باتجاه الأنسجة الأكثر تضررا في جسم المريض هذه التقنية ستسمح بتطبيق جرعات مركزة ومتلاحقة دون الإضرار بخلايا المريض السليمة سادسا زراعة ضد الشلل قد تبدو تجارب العالم غريغوري كورتاين قاسية بالنسبة لك لكنها تمثل في الحقيقة تقدما علميا عظيما ضد الشلل فقد قام بقص النخاع الشوكي لفأر إلى نصفين مما أدى إلى شلل رجلي هذا الفأر المسكين كان هدفه من ذلك هو محاكاة الحالة الواقعية للعديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالشلل جراء تعرضهم لحوادث مختلفة والآن يتعين على هذا العالم أن يساعد الفأر على السير من جديد من أجل ذلك قام بزرع جهاز في نخاع الفقرة المصابة وقام بتطبيق شحنات كهربائية فعد الاتصال العصبي في جسم الفأر للعمل وتمكن من السير من جديد مبروك للفأر سابعا عدسات لاصقة من جوجل إذا كنت تعتقد أنه لعلاقة للشيخ جوجل بالطب فانتبه جيدا لقد ابتكرت شركة جوجل عدسات لاصقة تفيد في تحسين النظر وفي قياس نسبة الجلوكوز في آن واحد الأمر الذي يجعلها مهمة جدا لمرضى السكر تتم عملية القياس من خلال دموع المريض المنابسة لمقياس متناهي الصغر تحمله العدسة المعلومات المتلقات من هذا المقياس ترسل إلى جهاز الهاتف المحمول عبر هوائي أكثر نحالة من شعرة الإنسان كذلك تخطط شركة جوجل إلى جعل عدساتها قادرة على قياس الكريغروبين الذي يعد مؤشرا للعدد من أنواع السرطانات تمكن علماء الشركة الصينية إيهانغ من ابتكار طائرة دون طيار قادرة على حمل الأشخاص على متنها هذه الطائرة قادرة على حمل 100 كيلوغرام وعلى التحليق مأسفة 38 كم وبسرعة 100 كم في الساعة ويتم شحنها بالكامل في 4 ساعات يؤكد مبتكرو الطائرة على أنها آمنة وفي حال تعطل أحد المحركات فإنها وبشكل تلقائي ستبحث عن مكان آمن للهبوط يعتقد البعض أن هذا النوع من الطائرات قد يحل محل السيارات أما عن سعرها فهو 150 ألف دولار أمريكي 9- الطباعة الحيوية يقوم مبدأ الطباعة ثلاثية الأبعاد على صنع مجسدات مصممة بواسطة حاسوب هذا المبدأ تم نقره إلى المختبرات الطبية ويطلق عليه اسم الطباعة الحيوية أما عن خراطش أحبار هذا النوع من الطابعات فإنها ليست مملوئة بالحبر وإنما بالخلايا الحية ففي كل يوم من أيامنا هذه تتم طباعة الأسنان والعظام والعديد من الأعضاء البشرية فعلى سبيل المثال يستغرق طبع أذن بشرية نحو 50 دقيقة أما الخطوة التالية التي يصب العلماء لتحقيقها فهي طباعة أجهزة بشرية بأكملها ملائمة لجسد كل مريض على حدة بحيث تقل احتمالية رفض جسد المريض للعضو أو الجهاز المراد زرعه في جسده في الولايات المتحدة الأمريكية تم خلق جزء من كبد بشري وفي عام 2013 أعلنت الصين عن إنتاج أول كيلية مطبوعة إذا كنت ممن يعيشون في مكان يكسر فيه إطلاق النيران فهذه الحقنة قد تنقذ حياتك ابتكر علماء أوريغون هذه الحقنة المليئة بالإسفنجات على شكل كبسولة تتمدد لدى ملامستها لنزيف الدم يمكن لهذه الإسفنجات امتصاص نحو نصف لتر من الدم ووقف النزيف حتى إنه يمكن استخدام هذه الحقنة لوقف نزيف ثلاثة جروح في جسد الشخص الواحد فمن المعروف أن معظم ضحايا الطلقات النارية يموتون في الطريق جراء النزيف قبل وصولهم إلى المستشفى أما هذه الحقنة فإنها تعطي للضحية هامشا من الوقت يصل إلى أربع ساعات كل واحدة من هذه الإسفنجات تضم علامة يمكن مشاهدتها بواسطة الأشعة مما يجعل معرفة مكان وجودها لاستخراجها سهلا على الأطباء إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم السلام عليكم أيها المهوسون والمهوسات بالرياضة من متابعي قناة هل تعلم الرياضية قناة تهتم برصد كل خبر ومعلومة رياضية وتنقلها لكم تأتيكم قناتنا بكل ما هو فريد ومفيد كل ما هو شيق وغريب وتضعها بين أيديكم تهتم قناتنا بالأخبار الرياضية الملفتة للانتباه وبشتى المجالات الرياضية التي لم تسمع بها من قبل في الوسائل الإعلامية قنات هل تعلم الرياضية صنعت من أجلكم ومن أجل متعتكم ولإصراء معلوماتكم الرياضية بموضوعاتها الشيقة سنبث لكم ما في جعبتنا من أخبار رياضية طريفة وغريبة إلى جانب المعلومات الجديدة عن شتى المجالات والموضوعات المختصة بالرياضة غريبة كانت أو جديدة من هذا الكون الممتد الشاسع سنكون أول من يضع بين أيديكم كل ما هو مفيد وكل ما يدعو للعجب والذهول منصتنا ظريفة وخفيفة الظل سترى من خلالها كل ما يستوقف العقل البشرية من محتوى مرئي مميز قناة هل تعلم الرياضية باقة من الفيديوهات الموجهة إليكم والتي تشاهدونها عبرنا وحدنا قطوف ملأناها بالحب لتصل من قلوبنا إلى قلوبكم لنصنع الابتسامة على شفاه كل من شرفنا بمروره بنا أخبار رياضية متنوعة ومنوعة اخترناها لكم بعناية وصنعنا منها باقات متميزة بحسب متطلباتكم وأزواقكم لتقضوا في متابعتنا أجمل وأحلى لوقات أهداف قناة هل تعلم الرياضية أن نصل لأعلى المراتب في الأخبار الرياضية الطريفة والجديدة حول هذا العالم ونكون مصدركم الأول عرض محتوى منفرد التنوع والتنوع في الأخبار الرياضية طرح كل ما نراه من حولنا في الرياضة وكل ما هو غير تيادي وكل ما هو جديد انضموا إلينا وساهموا معنا لتحقيق هذه الأهداف التي وضعناها وكل ما يجول في خواطرنا رغبة واحدة فقط إسعادكم متابعي قناة هل تعلم الأعزاء بعد التحديث الأخير لليوتيوب التي ستجعلكم تتابعون آخر فيديوهات قناتكم المفضلة الأمر جد بسيط ادخلوا أولا على برنامج اليوتيوب ستجدون جرسا مرسوما قوموا بالضغط عليه هكذا وبكل بساطة قمتم بتفعيل الإشعارات وسيقوم هاتفكم أو حاسوبكم بإخباركم في حالة نشر فيديو من فيديوهات قناتكم المفضلة هل تعلم؟